تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بمقال القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة وخلال الجولة التفقدية أثنى الرئيس السيسي على التجهيز المميز الأكاديمية العسكرية مؤكداً حرص الدولة على تطوير منظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن طلقهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطالبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية شدد الرئيس السيسي على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع وخلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصيدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية على مدار يومين ومن المقرر أن يشارك مدبولي اليوم في الجلسة الابتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى التي تعقد بحضور العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية جدد وزير الخارجية سامح شكري التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية لتداعيتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطينية وتأثيرتها الأمنية على استقرار المنطقة جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الستة المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة بمشاركة كل من السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وذلك على أهمش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العضوان الإسرائيلية المستمرة على القطاع لتصل إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي اعتقلت الشرطة الأمريكية محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية وذلك خلال وقفة لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وذكرت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومجتون أنه تم اعتقال 23 محتجا هناك وتم نقلهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجاجتها الاعتقالات الجامعية لأكثر من مائة شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إذا هجوم وشيك تعد له قوات الدعم السريع بسودان على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال درفور وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون لخطر شديد ومباشر مع تفاقم أعمال العنف وتعتبر الفاشر آخر مدينة كبرى بإقليم درفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلانيسكي أن الهجوم الروسي على قطع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق استهدف منشآت الغاز المهمة لإمدادات الاتحاد الأوروبي وأضف زيلانيسكي أن الهدف الرئيسي للهجوم كان قطع الطاقة مضيفا أن العديد من المنشآت في هذا القطع تعرضت للاعتداء بما فيها مرافق القهرباء والغاز على وجه الخصوص وهي المنشآت التي أكد الرئيس الأوكراني ضرورتها لضمان الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي